مرحبا بكم اطلاقها في مارس 2023 من قبل سمو الشيخ حمدان بن محمد الهدف الرئيسي من الملصة أننا اليوم نسمع أراء المتعاملين حول الخدمات الحكومية ففي إمارة دبي الكل شريك في عملية تطوير وتصميم الخدمات الحكومية تشارك في المنصة 41 جهة حكومية بحيث أن المتعامل لمر بأي تجربة سواء اقترح أو شكوى أو ملاحظة ممكن أن يقدمها عن طريق المنصة حاولنا صراحا من خلال المنصة أن التقديم فيما يكون سهل جدا للتعامل لأن هدفنا في النهاية مش تسجيل المتعاملين في المنصة وغيرها هدفنا نحن نسمع من عندهم بحيث أن المتعامل عن طريق 0for.gov.ee يقدر أن يقدم أو حتى عن طريق رقم الواتساب للاعمال المتاح عملية التسجيل أو التقديم في المنصة ما تطلب تسجيل الواتساب لأن هدفنا صوته يوصل للجهة الحكومية ويوم نقول يمكن صوتها نصر نصر بس أن نسمع من المتعاملين لكن أيضا الجهات تأخذ أكشن على الملاحظة أو الشكوى أو الاقتراح اللي هنا من المتعامل وبالتالي نوظف البيانات هذه التي تينا في عملية تحسين وتطوير الخدمات الحكومية لماذا تمام براء المتعاملين؟ لماذا تمتوا فيها؟ نعم يمكن هذه التوجيهات من القيادة الرشيدة أن اليوم المتعامل أو الخدمات الحكومية ليست فقط تقدم للمتعاملين لكن المتعاملين شركائنا في عملية تصميم وتقديم الخدمات فاليوم إذا نحن ما سمعنا من المتعاملين وما سمعنا آراهم فعليا بنوقف عند خلقوا الحد معين من التطوير لكن اليوم إذا أنت شركته سمعت يمكن الملاحظات اللي يتيم من المتعامل سواء فكرة كانت موجودة عنده كيف هو يتخيل الخدمة ممكن تكون في المستقبل وفعلا ناقض هذه الأفكار ونطبقها هذا اللي بيكونوا المحتاجين من المتعاملين يعني يمكن واحدة من الفيتشرز أو المميزات اللي موجودة في المنصة إن حتى لو المتعامل قدم شكوى على خدمة معينة في خمونا مباشرة أي خدمة في أي جهة حكمية أي خدمة لأي جهة حكمية في إمارة المشاركين معاكم بالضبط المشاركين وهي الجهات الخدمية اللي موجودة فإذا المتعامل قدم شكوى على طول تحتها في خانة اختيارية للمتعامل شو تقلنا الخانة؟ تقديم حل مقترح لعلاج الشكوى اللي قدمها المتعامل فبالتالي العملية تكون تفاعلية مع المتعاملين وحتى نظرته لحل المقترح نحن نأخذها لتطوير الخدمة عشان يساعد حتى متعاملين ثانين ممكن يمرون بنفس هذه التجربة التي مر فيها المتعامل إذا حاتنا الجهة الحكومية من خلال متابعتكم ما ردت فيه إجراءات تتابعون ولا هي مثلا الخط الساحة نقدم شكوتك وهذا الرد وانتهى لموضوع أكيد طبعا فيه متابعة مستمرة موجودة من قبل الفريق يمكن أن نحن في الأمان العامل للمجلس تنفيذي فيه متابعة دائما للمؤشرات زائد يمكن لأن نحن فيه عند المؤشر اللي هو الرد على الشكاوى والملاحظات خلال خمس أيام عمل ولا اقتراحات خلال خمسة عشر يوم عمل فيه إمكانية أيضا أن المتعامل يرجع يتواصل مع الجهة لكن فيه يمكن متابعة دائما للجهات من ناحية المؤشرات بشكل ربع سنوي فيه أيضا يمكن واحدة من الأشياء اللي موجودة في المنصة أن داخليا في الجهة في مسؤول الجودة من فريق منصة الزيروفور في الجهات الحكومية دورة أن يتابع حتى رد الجهة نفسها على المشاركات مش بس هدفنا الأغلاق المشاركات لكن هدفنا وجود فلول فعلية لآراء المتعاملين وتطبيق المتعاملاتهم دوركم من خلال قاعدة البيانات والذكال الاصطناعي تعرفون الحكومة الرقمية البيانات تستفيدون منها من خلال عملكم؟ نعم أكيد طبعا اليوم يمكن المنصة اللي تم تطويرها بالتعاون مع فريق دبيا الرقمية تشمل العديد من المميزات التقنية من بينها نحتى توظيف الآي آي أو الذكال الاصطناعي في تحليل البيانات يعني اليوم مثلا في مجموعة من المتعاملين قدموا اقتراحات حول موضوع معين كيف نحن ممكن نوظف الذكال الاصطناعي حيث أن يساعدنا نحلل هذه البيانات ونستخدمها في يمكن تحسين الخدمات نحن في إمارة دبي في عنا سياسة خدمات 360 اللي هي أصلا تضع المتعامل في قلب عملية التحسين لأن في النهاية دورنا نحن في حكومة دبي أن نحن نسحل حياة الناس ونسحل في عملية تقديم الخدمات الحكومية لهم فبدون المتعاملين نحن ما نقدر نطور أو نحسن الخدمات المشاركة في جايتكس شنو قدمت وعرضت من خلال من تقدمونا وأيضا خطتكم المستقبلية نعم يمكن المشاركة في جايتكس اليوم يتمن منظور أن اليوم العديد من الجهات مقدمة مجموعة من الخدمات اللي تعرضها للزوار فيه يمكن بعض من المتعاملين وهذه صادفتنا كثير يعني مثلا خلا نقول منصة حكومة دبي فيه مثلا وحدة من الجهات عرضت وحدة من الخدمات المتعامل لما يفي جايتكس ويسمع مثل هالخدمات تي فكرة مثلا ممكن أن يقدمها لتحسين هذه الخدمة فمباشرة يتم توجيه المتعاملين لمنصة كالزيرو فور على أساس أنه من يقدمها توصل دايرك للجهة المعنية يتم توثيق هذه الفكرة ليتمن المتعاملين وتوظيف فالهدف أنه نحن بعد من المتعامل يمر ويسمع يمكن عروض الجهات في الخدمات مباشرة يقدم أي أفكار تطويرية عنده في المنصة خطتكم في شيء جديد؟ نعم يمكن نحن حتى من حرصنا في مشاركة في جايتكس أنه نسمع من آراء المتعاملين يعني مو بس عن الخدمات لكن حتى عن منصة الزيرو فور نسمع من عندهم ناخذ آراء أغنم وبالتالي حتى من ناحية الأفكار اللي تينا من المتعاملين لتطوير حتى الموقع الإلكتروني كمنصة الزيرو فور وهذا نوفر حاليا إن شاء الله شهر القادم راح يكون لنا إطلاق للمرحلة الثانية من المنصة اللي فيها أيضا مميزات ثانية انضمت لمجموعة المميزات اللي موجودة حاليا عندنا في المنصة بالعكس نحن نرحب بكل يعني متعامل عنده أي فكرة حاب يوصلها للجهل الحكومية فمنصة الزيرو فور هي المنصة المناسبة عشان الصوت يوصل بكل أمانة هل حلت الكثير من المشاكل المتعاملين وضعت حلول لبعضها وسامت في التنمية المستدامة وتطبير دبي نعم يمكن نحن قبل شوي كان عندنا نقاش في واحدة من فرق الأمن من الجهات الحكومية فكنا نتناقش فيايتهم وشاركة كنا نتناقش فيها فكنا نتناقش أن اليوم حتى يعني نحن كموظفين في حكومة دبي ومات كلنا ممكن عن فريق منصة زيرو فور لكن فريق منصة زيرو فور في كل جهة حكومية اليوم هذه حس المسؤولية موجودة عندهم يعني اليوم فخر أن مثلا حتى له شكوى يتأو وصلت للجهة الحكومية كيف ممكن لنحن موجودين ساعد حياة الناس نحن موجودين عشان يمكن تحدي أو يعني توضع حلول التحديات اللي تواجه المتعاملين وفعلا يتم تطبيقها في العديد من الأفكار يمكن اللي تم فعلا تطبيقها وساعات من الأفكار اللي تم تطبيقها مش شرط مثلا تكون فيه طبعا أفكار كبيرة وفيه أيضا تحسينات بسيطة تكون من المتعاملين يعني كأفكار يقدمونها ويتم تطبيقها وإن شاء الله خلال المرحلة القادمة رح يتم لعنان عن مجموعة من الأفكار اللي فعلا يعني انوجدت على أرض الواقع من خلال أفكار المتعاملين اللي تم تقديمها نتمنى لكم كل توفيق إن شاء الله إن شاء الله سنة الجاي نتكلم أيضا عن خطط أخرى لمنصة زيرو فور شكرا لك الأستاذة ميثي القرقاوي الاستشارة الأول في الأمان العام المجلس التنفيذي في إمارة دبي ومدير مشروع زيرو فور شكرا لك أعزائي المشاهدين وصلنا لنهاية برنامج ديوان الملة في جاة تكس جلوبل مع السلامة اشتركوا في القناة